أهلا بحضراتكم من جديد وطبعا معنا أخبار مهمة جدا من بعثة النادي الأهلي ومتعلقة كمان بكأس العالم للأندية نهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن القوائم النهائية لكل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية النهاردة في الأول من فبراير أعلن بشكل رسمي كل نادي القائمة النهائية 23 لعب أبدأ بقائمة النادي الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير في خط الدفاع بدر بنون أيمن أشرف سعد سمير محمد هاني ياسر إبراهيم أحمد رمضان بيكهام علي معلول في خط الوسط عمر السلية أليو ديانج مجدي أفشة أقرم توفيق حمد فتح حسيني الشحات طاهر محمد طاهر محمود قهرب خط الهجوم والتر أبواليا محمد شريف حصلاح محسن جونيور أجايي ومروان محسن بالمناسبة القائمة النهائية النهاردة بتكلم في فكرة أنه لازم تكون القائمة النهائية يوم 1-2 لأنه كان آخر معابل الاستبدال يوم 30 يناير لكن لغاية يوم 3 فبراير قبل أول مباراة 24 ساعة لقدر الله إذا كان فيه إصابة خطيرة بتقرير طب مؤتمد من الفيفا تقدر تستبدل ولكن بشرط قبل أول مباراة 24 ساعة طيب قائمة الدحيل أيضا كمان في مونديل الأنديرل هتواجه بالتأكيد المباراة الأولى مع النادي الآلي في حراسة المرمى محمد البكري خليفة أبو بكر صلاح زكريا خط الدفاع محمد موسى وعلي مال مهدي بن عطية بسام الراوي أحمد ياسر المحمدي إسماعيل محمد خط الوسط لويسا مارتين جونيور كريم بودياف مبارك سنان عبدالله الأحرق سلطان البريك علي عفيف خالد محمد عاصم مدابو علي كريمي في خط الهجوم المعز علي ميشيل إلونجا المهاجم الكيني محمد دامونتاري ودودو إدميلسون وجونيور طبعا دي قائمة نادي الدحيل قائمة طبعا بايرن ميونيخ هنأكلمكم عن أبرز اللاعبين في قائمة بايرن ميونيخ هذا الفريق بالتأكيد اللي هيشارك في أولى المباراة يوم 8 فبراير ولكن سيصل إلى كأس العالم أو المشاركة يوم 6 فبراير مانوون ناير طبعا أبرز لاعبي فريق البايرن في حراسة المرمى الدفاع طبعا أبرزهم خافي مارتينيز جيروم بواتينج لوكاس هيرنانديز ديفيد ألبا طبعا في خط الهجوم عندكم طبعا المهاجم القناص روبارت ليفندوفيسكي دوجلس كوستا والنجم الألماني طبعا تمس مولر آيكونة فريق البايرن وفريق البافاري في الكرة الألمانية